توافق اليوم الذكرى الرابعة والأربعون ليوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 وفاء للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني وقد وثق منذ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية نحو مليون حالة اعتقال نفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين ويعتبر المواطن محمود بكر حجازي الذي اعتقل عام 1965 أول أسير فلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال فيما تعتبر فاطمة برناوي التي اعتقلت عام 1967 أول أسيرة في تاريخ الثورة سلطات الاحتلال الصهيوني تعتقل اليوم قرابة 6500 فلسطيني من بينهم 350 طفلا و 62 امرأة من بينهن 20 أما وثماني فتيات قاصرات إضافة إلى ستة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومن بين الأسرى الفلسطينيين 48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما بشكل متواصل منهم 25 مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن فيما مضى على اعتقال 12 منهم أكثر من 30 عاما ومنذ بداية عام 2018 جاري اعتقلت سلطات الاحتلال 1928 فلسطينيا وذلك حتى نهاية شهر آذار من بينهم 369 طفلا و 366 امرأة وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين ففي معتقلاتها نحو 500 معتقل إداري من بينهم ثلاث أسيرات واثنان من القاصرين إضافة إلى أربعة نواب في المجلس التشريعي ما زالوا قيد الاعتقال الإداري فيما يعاني نحو 700 أسير من أمراض مزمنة وهم بحاجة إلى علاج ومتابعة صحية حثيثة منهم 26 أسيرا مصابون بالسرطة